الجيش الإسرائيلي يعلن الآن عن وصول المحتجزين إلى إسرائيل من الجانب المصري الجيش الإسرائيلي يعلن وصول المحتجزين إلى إسرائيل من الجانب المصري وهكذا تتم هذه العملية في سلاسة تامة كتائب القسام أعلنت عن تسليم صليب الأحمر 13 محتجزاً إسرائيلياً بالإضافة إلى سبعة من حملة الجنسيات الأجنبية ثم قام الصليب الأحمر بنقل هؤلاء المحتجزين إلى الجانب المصري عبر معبر رفح خضعوا للفحوص الطبية والتأكد من الهويات ثم انتقلوا إلى معبر كرم أبو سالم إلى الجانب الإسرائيلي والآن الجيش الإسرائيلي يعلن أنه تسلم هؤلاء المحتجزين من الجانب المصري وبالتالي تكون حركة حماس قد أوفت بالتزامها فيما يتعلق بهذه الصفقة في يومها الثاني ونحن في انتظار أن تقوم الإسرائيل أو الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ تعهداته بشأن هذه الصفقة بالإفراج عن 39 أسير فلسطيني منهم 33 طفلا أو قاصرا بالإضافة إلى 6 نساء والجميع في القدس وفي الضفة الغربية وفي بلدية ألبيرا على وجه التحديد في انتظار وصول هؤلاء الأسراء بعد الإفراج عنهم الكثير من ذوي هؤلاء الأسراء في انتظارهم لتكتمل طبعا الفرحة بوصولهم أحرارا أعود مجددا إلى كريستين ريناوي في منطقة جبل المكبر في القدس المحتلة أهلا بك مجددا كريستين هل هناك جديد هل بلغ الأهالي بالموعد المحدد على وجه الدقة لإطلاق صراح ذويهم من السجون الإسرائيلية كيف تبدو المشاعر الاستعدادات لاستقبال هؤلاء الأسيرات وهؤلاء الأسراء حامد لا يبلغ أهالي وذو الأسراء بموعد الإفراج عن أبنائهم هناك حالة من الانتظار والترقب وكنا قد تحدثنا عن استدعاء ممثلي عائلات الأسراء المقرر للإفراج عنهم هذا اليوم استدعيوا منذ أكثر من 12 ساعة إلى مركز ومعتقل المسكوبية في القدس المحتلة ما زالت العائلة هنا تتجمع نحن موجودون في بلدة جبل المكبر الآن بعد وصول المحتجزين الإسرائيليين وإيضا حملت الجنسية التيلندية الأربعة بعد وصولهم إلى الأراضي الإسرائيلية قد يكون هناك تعليمات لبدء الإفراج عن الأسراء الفلسطينيين في أي لحظة نتحدث عن الإفراج عن 39 من الأسراء الفلسطينيين من مدينة القدس المدينة تنتظر ستة من الأسراء دخلنا يوما جديدا في فلسطين بالتوقيت المحلي الوقت تأخر وعمليا ما زالت العائلة هنا تنتظر نحن موجودون في منزل الأسيرة الجريحة إسراء جعبيس وما جرى هذا اليوم هو أيضا يعكس حالة ذوي الأسراء الفلسطينيين حامد لا يوجد رفاهية معرفة حتى توقيت الإفراج ترجمة نانسي قنقر